تحياتي ماكرو جروب وماذا نرى لهذا السهم بعد كل هذا الهبوط اللي حصل اتوقع ان السهم مازال عنده مناطق دعمه قوية جدا عنده مستويات الاثنين جنيه وتمانين ارش لو قصر يتحول الى سلبي ولكن ما زلت ارى للسهم صعود وهدفنا فيه تلاتة جنيه ويه خمسة اواربين ارش لا مستويات الثلاتة جنيه وستين ارش عندنا دع مقاوي جدا 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 ما بين اثنين جنيه والتمانين ارش لحد مستويات اللي اثنين جنيه 72 ارش وعندنا منطقة طلب مخفية عند المستويات دي عند colocي الدعم اللي عند ا Yup. لو ريحت عالى في étaient اللي وايتي عايز اوضح حاجة إذا اوضح انا عندنا شمعة الصنع سوق دخلت في المستويات دي ودي بت efنات دينا احنا شوفنا مع بعض وحصل انعكاس حقيقي منه وما زالت منطقة الصفر بتاعتنا عند مستوى الاتنين جنيه 45 ارش ومنطقة القنمة بتاع الموجة الاولى عند مستوى الاتنين جنيه 72 ارش واعتقد لو حصل بينهم تدخل حتى بدل شمعة يتحول للسيناريو السلبي ولكن شايف عندنا دعم قوي عند مستوى الاتنين جنيه 80 ارش ممكن ينزلنا بدل شمعة من هذا المستوى لكن ما استقرش تحت منها وما زالنا نبحث عن الهدف تاعتنين 60 لحد مستوى الاتنين 25 ارش وبالتوفيق